مع تصاعد التوتر بين رؤية الغرب بشأن أوكرانيا اتهمت موسكو الولايات المتحدة بالتصعيد غير المنطقي وغير الضروري بالإعلان عن عملية تفتيش في الأراضي الروسية بموجب معاهدة نيوستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية علما بأنها لن تسمح لروسيا بإجراء عمليات تفتيش متبادلة وقالت الخارجية الروسية أن موسكو لن تسمح في الوقت الحالي بالتفتيش على أسلحتها بسبب قيود السفر التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها